موسيقى دعوني الآن نتكلم أكثر عن البحث عن مسببات التوحد ما نعرفه حالياً وما يمكننا أن نقوم بالفحص لأجله عندما كتبت البحوث العلمية الأولى حول مرض التوحد في الأربعينيات من القرن الماضي لم نكن نعلم الكثير عن سبب هذه الاضطرابات التي تؤثر على السلوك والنمو في السابق عزل عديد من الباحثين والمختصين في هذا المجال مشاكل النمو عند الأطفال إلى ما سموه علاقة مضطربة بين الأباء والطفل حتى لدرجة أنه كانوا يسمون أمهات أطفال التوحد الأمة الثلاجة أو refrigerator mother نحن نعلم جيداً الأطفال الذين ينشؤون في المنازل التي يسودها الإهمال وتدباعد العلاقة الأسرية قد تكون سبب في حدوث مشاكل فادحة في النمو والسلوك مع ذلك نحن نعلم أنه في معظم الحالات وفي أغلبية الحالات يولد الأطفال المصابون بالتوحد للأسر المحبة التي تحرص عليهم وترعاهم وبدون وجود مشاكل أسرية كثيرة في الوقت الراحن نحن ننظر إلى مشاكل النمو والمشاكل السلوكية بتصور مختلف في حين أننا ندرك فعلاً أنه هناك دور هام جداً للبيئة الاجتماعية التي ينشأ فيها الطفل نحن ندرك أيضاً أن هناك عوامل أخرى تؤثر على تكون سلوك الطفل وهي لها علاقة بتكون ونمو الدماغ الدماغ هو عضو معقد جداً من جسم الإنسان يتألف من عدة أقسام مسؤولة عن قدراتنا على التفكير وحل المشاكل والتواصل الاجتماعي والتفكير إظهار المشاعر والعواطف وكيفية استخدامنا لعضلاتنا للتحريك لقد أدركنا منذ بضع الوقت أنه على سبيل المثال هناك أشخاص قد تعرضوا لحادث سبب تلف في جزء من الدماغ وهذا أثر على ذاكرتهم أو النطق أو كيفية تحركهم وهذا يظهر أهمية الدماغ في تشكيل السلوك البشري الآن فيما يتعلق باضطرابات النمو التي تظهر عادة في مرحلة الطفولة هناك أيضاً اختلافات في كيفية عمل الدماغ في هذه الحالة ولكن عادة ما تكون هذه الاختلافات في عمل الدماغ مرتبطة باختلاف ما في الطريقة التي من خلالها تكون الدماغ دعونا الآن نخوض بالمزيد من التفصيل حول كيفية تكوين الدماغ وما يمكن أن يتعرض له خلال التكوين يبدأ الدماغ بالتكوين مباشرة بعد أن يبدأ الجنين البشري بالتشكيل يتكون الجنين البشري عن طريق مزيج من الحيوانات المنوية من الأب والبويضة من الأم تحتوي الحيوانات المنوية والبويضات على ما نسميه بالمادة الوراثية وهذه المادة تتحكم في الكيفية التي ستقوم عليها أجسامنا تنقسم المادة الوراثية إلى نصفين حيث نحصل عادة على النصف الأول من أباؤنا أو النصف الثاني من أمهاتنا وتحتوي هذه المادة الوراثية على كافة المعلومات التي تحدد السمات الأساسية لدينا على سبيل المثال إن كان الجنين ذكر أو أنثى لون العيون، لون الجلد والشعر كما أنها أيضا تتحكم في الأمور التي لا يمكن ملاحظتها بسهولة مثل الطريقة التي يتم بها تكوين دماغنا ووظائفه كيف يمكن لهذه المادة الوراثية الخاصة بنا أن تتحكم في تشكيل أجسامنا بما في ذلك تشكيل الدماغ المادة الوراثية الموجودة في كل خلية من جسمنا موجودة على عدد من الكروموسومات وداخل كل كروموسوم هناك المئات من الجينات تحتوي هذه الجينات على المعلومات التي تتحكم في الكيفية التي من خلالها تقوم أجسامنا ببناء الخلايا والأعضاء كما تعلمون يتكون كل عضو في جسمنا من ملايين الخلايا التي هي اللبنات الأساسية للجسم على سبيل المثال هناك جينات توجه الجسم أو الخلايا لتشكيل القلب والأخرى لتشكيل الجلد والرئتين إلى آخره كما تتحكم الجينات أيضا في خصائص محددة لهذه الأعضاء مثل على سبيل المثال حجمها وشكلها وموقعها الدماغ البشري هو واحد من أوائل الأعضاء التي تبدأ في النمو بعد وقت قصير من التحام الحيوانات المنوية والبويضة تعطي الجينات الموجودة في الكروموسومات تعطي تعليماتها إلى خلايا المخ لكي تبدأ بالنمو داخل هذا الجنين وتدريجيا تشكل الرأس والنخاع الشوكي وهذه الجينات مسؤولة عن بناء كافة أجزاء الدماغ التشوهات التي قد تكون موجودة في بعض هذه الجينات يمكن أن تسبب بحدوث تشوهات في الدماغ وبعض هذه التشوهات قد تكون مرئية كأن يولد شخص ما بدماغ صغير جدا أو عدم اكتمال بناء الدماغ في حين أن بعض التشوهات الأخرى قد تكون غير مرئية ولكنها تؤثر على كيفية عمل الدماغ والتواصل بين أعضاء الدماغ المختلفة من المهم كذلك أن ندرك أن هذه التشوهات في الجينات قد تكون موروثة أو على سبيل المثال قد يكون لدى الطفل تشوه تشوه ما لأن الأب أو الأم أو كليهما لديهم تشوه معين وفي حالات أخرى فإن التغيير أو التشوه في هذه الجينات يحدث بعد تكوين الجنين نتيجة لما يسمى بالطفلة وعند هذه الحالة يكون الطفل مصاباً ببعض التشوه أو التغير بينما يكون الأهل أصحاء بالإضافة إلى تأثير الجينات ثم جانب آخر مهم في جسم الإنسان ونمو الدماغ وهو التأثير البيئي على سبيل المثال نحن نعلم أن الأطفال الذين يولدون لأمهات يعانون من المرض الشديد أو من سوء التغذية ربما يكونون ضعاف البنية أو ناقسي الوزن عند الولادة هذا كما نرى هو تأثير مباشر للبيئة التي لا تحتوي على ما يكفي من الغذاء لتهيئة جميع أعضاء الجسم هذا هو أحد الأمثلة القوية على تأثير البيئة على نمو الجنين ولكن هناك أمثلة أخرى حيث أن التغيرات حتى لو كانت طفيفة في البيئة قد تؤثر على الجنين ونموه على سبيل المثال هناك نقص في فيتامين معين يسمى حامد الفوليك أو الفوليك أسد قد يحدث تشوها في نمو الدماغ والنخاع الشوكي إذا الأم كانت تعاني أيضا من مرض السكري ومستوى السكر مرتفع جدا قد يؤثر ذلك على حجم الطفل ويكون الطفل أكبر بكثير من الحجم الطبيعي المتوقع هناك أيضا بعض الأدوية التي إذا تناولتها الأم خلال فترة الحمل ممكن تؤثر في مشاكل في نمو أعضاء مختلفة من الجسم بما فيها الدماغ فكما نرى بدأنا الآن ندرك أيضا أنه عندما تتعرض المرأة الحامل للتلوث وبعض المواد الكيميائية في البيئة فإن مخاطر حدوث تشوهات في النمو قد تكون أعلى هذه الفكرة التي مفادها أن الجينات أو المادة الوراثية والبيئة على حد سواء يمكن تؤثر على نمو الكائن البشري بما في ذلك الدماغ ونسمي هذا التأثير تفاعل الجينات والبيئة وهو مفهوم ينبغي علينا إدراكه في محاولة لتفسير ما نعرفه عن أسباب مرض التوحد وغيرها من اضطرابات النمو البشري حتى الآن نحن نعرف أنه يتم تحديد بنية ووظيفة الدماغ بدرجة كبيرة وفقا لما يحدث خلال فترة الإخصاب والحمل نحن نعلم أيضا أن أعراض التوحد تسير وفقا للاختلافات في وظيفة الدماغ فكيف يمكننا أن نحدد عند طفل ما أو طفل معين ما هو سبب مرض التوحد أو اضطرابات أخرى في النمو؟ هل هو سبب وراثي؟ أم له علاقة بالبيئة خلال فترة الحمل والإخصاب أو قرب موعد الولادة؟ أو قد يكون هو مزيج من تأثير الجينات الوراثية والبيئة؟ اختبار الأسباب الوراثية هو أسهل بكثير من اختبار الأسباب البيئية وذلك لأن الجزء الأكبر من الجينات التي تكون لدينا في وقت الحمل هي نفس الجينات أو الجينات ذاتها التي تكون لدينا خلال كل حياتنا إذا خضعنا لاختبار المادة الوراثية الآن فعلى الأرجح أن تكون النتيجة هي ذاتها عندما كنت جنينا أو طفلا رضيعا على العكس من ذلك فإن اختبار الأسباب البيئية هو أمر صعب للغاية لأنه لا يمكن أن نتنبأ بالتغيرات التي تطرأ بصورة سريعة على البيئة أثناء الحمل على سبيل المثال إذا تناولت الأم بعض الأدوية التي قد يكون لها تأثير على النمو أو تعرضت لمادة كيميائية ما فإن هذا الدواء أو المادة الكيميائية سيكون في الجسم كحد أقصى بضعة أيام بعد آخر جرعة عند ذلك فإن الدليل الوحيد على حدوث هذا التعرض هو إذا ما تذكرت الأم ذلك في حالات أخرى إذا كانت هناك مادة كيميائية معينة في البيئة لم تحدث أعراضا عند الأم سيكون من المستحيل معرفة ذلك إلا إذا تم فحص دم الأم خلال فترة الحمل هناك كما نعلم الألاف من المواد الكيميائية الموجودة في البيئة والمئات منها نظريا ممكن أن تؤثر على نمو الأطفال أو الجنين ففضلا عن عدم توافر الفحصات المناسبة لغالبية هذه المواد الكيميائية بالإضافة إلى ذلك واستنادا إلى مستوى هذه المواد الموجودة في البيئة فإن تأثيرها على النمو في كثير من الأحيان يكون بسيط جدا حيث أن معظم الأطفال المتعرضين لها لن يصابوا بالتوحد ولذلك للأسف حاليا نحن لا نملك الكثير من الأدوات العلمية لكي نتنبأ أي أطفال قد يكونون أكثر تضررا من غيرهم في حال تعرضهم لمواد كيميائية معينة خلال فترة الحمل وحتى لو كنا قادرين على فحص الدم خلال فترة الحمل لا يمكننا أن نتكهن عن نتيجة هذه الفحصات من ناحية التأكد من تأثيرها على الدماغ فنظرا لهذه الأسباب فإن معرفتنا حول الأسباب الوراثية حاليا هي أفضل بكثير مما نعرفه عن الأسباب البيئية التي ممكن أن تسبب لأعراض التوحد أو أعراض أخرى للتطور أو لصعوبة التطور فما هي الفحصات التي يمكن القيام بها في هذا الوقت؟ إن معرفتنا الطبيعة الآن هي أكثر تطورة مما كانت عليه في القرن الماضي عندما بدأ الحديث عن التوحد إلا أننا ما زلنا في بداية الدرب على تشخيص الأسباب وبإمكاننا حاليا تشخيص الأسباب عند عدد تقريبا حوالي 10 إلى 20% من الأطفال الذين يعانون من التوحد هذا يعني إذا قمنا بفحص الاضطرابات المعروفة في العلم ومعظمها الترابات جينية والتي تتوفر الفحصات الخاصة بها فيمكننا تحديد السبب فيما يصل إلى 20 طفل بين كل 100 طفل خضعوا لهذا الفحص وفي هذا الوقت الراهن لا يوجد فحصات صحيحة ودقيقة مقبولة بوجه علمي لفحص حالة التعرض للبيئة في وقت مبكر من الحياة أو داخل الرحم والتي يمكنها تحديد إذا كان هناك سبب بيئي لإضطرابات النمو كما قد تعلمون ينصح الكثير من الآباء بإجراء فحصات للمعادن في الجسم مثل الزئبق والزرنيخ والرصاص وغيرها من المعادن هذه الفحصات قد تكون عن طريق الدم أو تحليل الشعر أو البول وتكمن المشكلة مع هذه الفحصات في أنها لا تخبرنا عما كان يجري في ذلك الوقت الذي تكون الدماغ به خلال فترة الحمل فعلى سبيل المثال على الرغم من أننا نعلم أن التسامن بالزئبق داخل الرحم قد يؤدي إلى تلف في خلايا الدماغ عند الأطفال ليس هناك دليل على أن الأطفال الذين يعانون من التوحد لديهم مستويات في درجة الزئبق عالية عندما يتم فحصهم في وقت التشخيص والذي يكون في السنة الثانية أو الثالثة في العمر